تعالوا لي بقى في اللي جاي ده عشان امأجلوا شويتين ثلاثة منذ انتهاء مباراة الاهلي والزمالك الزمالك والاهلي في كأس السوبة الافريكي يوم الجمعة الماضية يعني يوم الجمعة تكلمنا يوم السبت تكلمنا يوم الحد تكلمنا نهاردة تكلمنا عن الزمالك او هنتكلم عن الزمالك فالزمالك اولا ياخد حقه الزمالك عمل مباراة كبيرة وبالمناسبة يعني الشيء بشيء يذكر يعني انا ضد الفكرة اللي هي بتاعت انه الاهلي مجاش فالزمالك كسب لا الزمالك كسب لانه الافضل وما لما الاهلي بيكسب مش هنقول اصله الزمالك مجاش الاهلي كسب لانه الافضل اللي بيكسب هو الافضل ما نجيش بقى عند الخسرين ونقول اصله هو اللي ما كانش عايز يكسب فخسر المباراة لا ما فيه طرف تاني كان افضل في المباراة دي فالزمالك خد مننا وهياخد مننا كل التحية والتقدير على المستوى اللي تقدم في مباراة السوبة الأفريقية والفوز المستحقة جدا ولكن نيجي للأهل وإحنا في رابع يوم ونتكلم عن الأهل شوي إحنا انتقضنا حاجات كتيرة حصلت في المباراة بالنسبة للعبين وقلنا نيكولر ما قدرش المباراة بشكل جيد وقلنا اللعيبة استهترت أو ما كانتش مركزة كويس كل ده الكلام ده قلناها قلنا ان الأهل اللازم يكون عنده مدير كورة قلنا الكلام ده بس إحقاقا للحق أنا شايف مبالغات مبالغات في انتقاض ما يحدث في الأهل وكأن النادي الأهل بقدرته بجهازه الفني بلعبيه كلهم مجموعة من الفشل هذه المنظومة اللي من أسبوع وما بيحتفلوا بالدوري كلنا قلنا المنظومة الرائعة برئاسة الكابتن محمود الخطيب ومدير فني مارسل كولر ولعبين مميزين اللي خدوا بطولات أفراقية اللي خدوا بطولات محلية اللي عاملين رنع عظيمة جدا في السنوات الخمس والست الأخيرة رنع عظيمة كل البطولات كل حاجة فخسرت بطولة خسرت مباراة خسرت بطولة وخسرت مباراة بص بقى لا تحلى ليهن تحلى ليهن عشان عايز أتكلم بروحتي بص الخطيب هو أسطورة بس مش قدار يناجح كولر لا 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 الساعات بيفتي وما شبع بطولات لعبين يا عم يشوف يا عم إمام وحسن ومش عارف مين كلهم لعبة مستعترة وكهربة وناس بتسهر وناس بتخرج على فكرة بيفتتحوا محلات وكافيات بقى لهم ست سنين وبيكساوا بطولات بغض النازل أنا رافض ده إنه لازم بيقى بإذنه عجيلكم بخبر دلوقتي بس ده كان عادي يعني بس كل حاجة في الأهلي بقت وحش في مبلغات يا جماعة كل حاجة بقت وحش في الأهلي وفجأة هو صحيح خسر بطولة من مباراة واحدة قدام نادي الزمالك الغريم التقليدي بس في الأول والآخر اسمها مباراة ويخسرها الأهلي وما كانش جيد فيها منشستر سيتي بيخسر مبارياته هو أعظم فريق في العالم هو ريال مدريد بيخسروا مبارياته بيخسروا بطولات في مبالغة من الأهلوية قبل المنافسين من الأهلوية نفسهم إنه كل حاجة في الأهلي باجزة ده أنا النهار ده داخل شفت واحد كاتب عريضة كده على فيسبوك حد يعني معروف يعني لكن الإدارة دي لازم تتغير وكفاية بقى مش عارف إيه والكولر ده خد وقته وخلاص مينفع الشوق دكتر من كده في النادي الأهلي وطأم اللعيبة ده كله إزاي الأهلي ما عملش صفقات بالجملة وكان مجموعة إيه ده ده لسه يا جماعة من أسبوع عشر تيام كانوا بيحتفلوا بالدوري ودرعوا وخيصة وكل الناس بتقول إنه أعظم نادي في الكون وجامد ومقصرين الدنيا خسر الأهلي بطولة وهو كان مخطئ كجهاز فني ولعبين في البطولة ديت المباراة ما قدرواهاش بشكل جيد وإزاي مالك كان الأفضل بعدين في حاجة كمان ليه علاقة بالكوكب بالكورة كورة في الكوكب في الدنيا تعني بتي تلعب مباراة لازم تتوقع إن اللي قدامك ممكن يبقى أفضل منك في المباراة واحدة في المباراتين في عشرة أنت مش هتفضل الأفضل طول الوقت مش هتفضل الأحسن طول الوقت مش هتقدي طول الوقت وتاخد كل البطولات اللي في الكون ففيه كثير مش بعض كثير من المبالغات في انتقاد الأهلي انتقد فنيا وقول إن المباراة دي ما قدراش كويس بس كل حاجة بقتباجزة في الأهلي حاجة مضحكة جدا حاجة مضحكة جدا مش يعني مش منطقية حتى فحبيت أقولك كلمتين دول بس بعد ما الأول نقول إن الزمالك كان أفضل في كل شيء في المباراة دي الزمالك يستحق دائما وأبدأ التحية في المباراة دي طيب